السلام عليكم شباب صبايا اليوم موضوعنا رح يكون عن الانفصال العضلي الانفصال العضلي هو الانفصال الذي يحدث بين عضلات المعدة الأساسية عندك 6 باك عندك 6 باك 4 باك 8 باك عدد عضلات المعدة يعتمد على الجينات وليس على نوع التمرين أو كمية التمرين اللي احنا عم نعملها فهو الانفصال العضلي الذي يحدث بين عضلات المعدة الأساسية من المعرض بالإصابة بالانفصال العضلي؟ المعرضين الشباب والبنات فيه common factor اللي هو السمنة المفرطة يعني السمنة المفرطة إذا المعدة بتقدم كتير لقدام ممكن يصير الانفصال العدلي عند الشباب وعند البنات وفيه بسبب الحمل والولادة وبنفس الوقت بيصير بسبب الجينات خلينا نشرح موضوع الجينات قبل ما نشرح الأمور الأولى الانفصال العضلي بالنسبة للجينات هو ليس انفصال عضلي لكن خلقة الله واللي بيصده من خلقة الله انه فيه شيء اسمه المسل انسرجن اللي هو وين بيبدأ النسيج العضلي ووين بينتهي وهذا بالنسبة للعضلات كلها سواء عضلة البايسب او عضلة المعدة فوين بيبدأ نسيج العضلي ووين بينتهي هو اللي ممكن يسبب شكل الانفصال العضلي لكن لا يوجد انفصال عضلي فاللي عنده جيناته فيه فراغ بين المنتصف المعدة يعني ما فيه داعي انه هو يخاف لأنه هذا ما عنده انفصال عضلي هذا نسيج العضلة وين بيبلش وين بينتهي هو اللي بيخلي شكل المعدة في انفصال عضلي النقطة الثانية واللي هو السمنة المفرطة وهذا معرضين له الشباب والبنات السمنة المفرطة اللي بيقصد فيها يعني بتشوفوا كتير عالم اوقات من قدمة دهون زائدة ومفرطة عندهم المعدة عندهم بتكون مقدمة بشكل كتير كبير يعني حتى للرجال ممكن يكون شكله حامل طبعا الرجال ما بيكون حامل اللي هو هيدا زيادة كمية الدهون الهائلة اللي موجودة بالمعدة وهذا طبعا قلوه اضرار فضيعة على الصحة بس هذا موضوع تاني فهذا بيحط ضغط جدا هائل على الانسجة العضلية تبعت المعدة فاللي بيسببه انه عضلات المعدة بتتباعد وبيصير في انفصال عضلي عند الشباب والبنات بسبب السمنة المفرطة اما الانفصال العضلي الاكثر شائع اللي هو البنات بيواجهوه النساء الانفصال العضلي بسبب الحمل طبعا المرأة لما تحمل الحمل شهر عن شهر الجنين بيكبر المعدة بتكبر فهذا كله بياخد مكان وهذا كله بيتفش على المعدة فالانسجة العضلية تبعت المعدة بتصير تتباعد عن بعض متل ما نحنا شايفين بهاي الصورة الانفصال العضلي اللي نحنا نقصد فيه بسبب الحمل منشوف بوضوح وين صاير الانفصال العضلي لانه طبعا نسبة الدهون عند المرأة اللي بالصورة قليلة فمنقدر بسهولة نشوف الانفصال لا يعني إذا نحنا ما فينا نشوف الانفصال يعني لا يوجد انفصال أبدا نسبة الدهون إذا كانت قليلة بيكون سهل على الشخص يشوف عضلات المعدة فبيبين بسهولة الانفصال العضلي بس إذا نسبة الدهون عالية ممكن ما يبين الانفصال العضلي بالنظر بس بيبين عن طريق الفخص هل يمكن للمرأة تجنب الانفصال العضلي يعني أنت مخططة أنه بدك تحملي أو لسه بلشتي حمل بالشهر الأول أو الشهر الثاني هل في شي ممكن تعملي خليك تتجنب الانفصال العضلي لا سواء كنتي رياضية قبل أو بعد سواء كنتي رياضية سواء ما كنتي رياضية شو ما كان لا يمكن تجنب الانفصال العضلي في نساء رياضيين جدا بيصير معهم الانفصال العضلي في نساء أبدا غير رياضيين بيصير معهم الانفصال العضلي وبرضه في نساء أبدا مو رياضيين ما بيصير عندهم الانفصال العضلي بنفس الوقت ممكن من الحمل الأول ما يصير انفصال عضلي بس الحمل الثاني ممكن يصير فيه انفصال عضلي بنفس الوقت ممكن يصير انفصال عضلي بالحمل الأول تحلي المشكلة بعدين يريد تصير فيه انفصال عضلي بالحمل الثاني فمو يعني إذا صابنا انفصال عضلي مرة واحدة وعالجناها يعني ما رح ترد تصير معنا بسبب الحمل إذا ما عالجنا الانفصال العضلي ليش مهم أنه نحن نعالج الانفصال العضلي ممكن يصير ثلاث أشياء رأم واحد ممكن يصير فيه فتأ بالمعدة رأم اثنين أو جاع أسفل الظهر بشكل جدا كبير لأنه عنا المعدة غير قوية It's not stable فبيصير فيه ضغط جدا كبير overload على أسفل الظهر مع الوقت بيصير فيه إصابات أسفل الظهر إصابات الدسك ورأم ثلاثة لا سمح الله اللي يقول لي أسوأ أنه يحتاج نعمل عملية لأنه العضلات المعدة إلى وظيفة أساسية واللي هي تحمي من وحدة من وظائفها أنها تحمي الأعضاء الداخلية ليش في عنا عضلات معدي هون عشان مثلا إذا أكلنا خبطة ما تفوت الخبطة جوا على الأعضاء فإلها وظيفة جدا أساسية وكمان مشان الأعضاء ما يتحركوا كل البنك رياس يروح ينزل لتحت أو شي فممكن لا سمح الله العضاء تتحرك فبنحتاج عملية بهي الحالة إذا بدكن تشوفوا اختبار الانفصال العضلي أسلخوا الفيديو لايك عملوا سيف وبعتولوا لحدا أنتم بتعرفوا وكتبوا لي تحت بالكومنتات أنه بدكن الجزء الثاني مشان ورجيكم اختبار الانفصال العضلي